هو فيه ايه هو ماله النت كده مالوش كلام غير على باربي باربي مالها باربي العروسة دي طالع تريند ولا ايه اما دخل اشوف القصة دي معقول دي فعلا طالع تريند قوي بقى العروسة باربي تطلع تريند بشكل ده مش ممكن هيبانا بقى هوريكم باربي الحقيقية انا هختار كل اللبس البنك وانا اللي هبقى باربي هاخد الدشيرت ده ومعاه البنطالون ده واو انا كده بقيت تمام قوي الابس اللينتز بقى والشعر الاصفر واو رائع جدا محدش هيقدر يقول ان انا مش باربي اما اروح بقى السوبر ماركت اشتري حاجات حلوة ووزحها على البنات في الشارع اخد شوكولاتة واخد كامس عايز حاسب على الحاجات دي لو سمعت ايه ده معقول انت باربي انا مش مسدق باربي عندي في المحل يا اهلا وسهلا انا هعملك خصمة على المشتروات بالمناسبة الحلوة دي متشكر قوي ان انت نورت المحل ممكن اخد صورة لحضراتك وعلقها عندي في المحل عشان الناس تعرف ان انا مشهور ايوة مفيش مشكلة ايه ده في بنات واقفين هناك اهو اما اروح اديهم حاجات من انا اشتريتها ايه زيكم يا بنات ايه ده انت باربي باربي الحقيقية انا كنت فكرة ان كل ده حوار على النت وانا كمان كنت فكرة ان ده حوار لا طبعا انا باربي الحقيقية ايه مش شبهة ولا ايه انت شبهة جدا انت كمان احلى من اللي بتطلع على النت طيب خد يا بنات انا اشتريت حاجات حلوة عشان اعزحها عليكم اتفضلوا شكرا جدا انت طيبة قوي هو فين كين مجاش معاك ليه كنا عايزين نشوفه اه انت عارفين ان كين مشغول قوي بالفشن والموضة ومشغول جدا طيب احنا ممكن نتصور معاك ايوة طبعا طبعا تقدروا تتصوروا معايا انا لسه نزل المدينة هنا وعايز اعمل صداقات كتير وتعرف على كل الناس طيب ممكن نبقى اصدقائك ياريت تبقى اصدقائي يلا بقى عشان اتصور معاك الصورة حلوة قبل احنا محظوظين بقى ان احنا اول نشط قبلك احنا بجد بنحبك قوي يا باربي انت عارفة ان انا بتفرك على كل فيديوهاتك وبحب اشوف الحركات بتاعتك وبحب اشوفك وانت بتغني فممكن تغني ايوة يا بنات ممكن اغني انا باربي جير انا باربي وارلد لايف ان بلاستيك اتس فانتاستيك طيب ممكن كمان تعملي الحركات والرقاصات اللي انت بتعمليها وانت بتغني يتاية كلام بقى يا بنتي باربي هتزهق مننا معلش يا باربي اصلها رقاية شوية لا ولا يمكم عادي ادوني بقى ارقامكم يا بنات عشان ابقى اكلمكم مش انا هنبقى صحاب ايوة طبعا هنبقى صحاب هتديكي رقمي وانا كمان هتديكي رقمي يلا يا بنات انا همشي بقى ابقى شوفكو تاني باي مع السلامة يا باربي مع السلامة يا باربي هلوة اللابة دي البنات سدقوا ان انا باربي حتى الراجل اللي في السوبر ماركت هو كمان سدق ان انا باربي انا باربي جير ايه ده مش دي باربي ايه ده انت باربي انت ايه اللي جابك المدينة عندنا هنا بقولك ايه انت معاك دهب وقرمزات وحاجات كتير طلعين اي حاجة من اللي معاك ايه ده انت بتكلمني انا ايه بكلمك انت امال بكلم صاحبي يلا خلاصي طلع اللي معاك احنا مش سهلين وممكن نقزيك تقذي مين يا بابا انت وهو يلا امشوا من قدامي بدل مقسمك نصين بتعصبوني هدرب كنتو لاتنين معقول هي دي باربي دي باين عليها باربي من الحي الشعبي اجري يا لك شوية مغسلين تفاكرين سهلة ولا ايه ما يعرفوش انا مين تفاكرين نفسهم هيتحكوا علي هاي ايه ده باربي معقول انت عندي في المحل انا مش مصدقة نفسي المحل كله تحت امرك شكرا جدا لزوءك انت باربي وعندي في المحل نورت المحل كله انا جاي اعملكم دعاية للمحل وعملكم شهرة للبراند بتاعكم انتو اكيد تابعا عارفين ان انا مشهورة واي مكان بدخله بيجي له مبيعات كتير يا ريت يا باربي ده انت اشهر واحدة دلوقتي ده انت الترند يا ريت تنزليلي صورة معاكي وانت في المحل وبتعرض اللبس بتاعنا انا موافقة بس لي يا شر اللبس اللي هلبسه عشان اعمل بيه دعاية هاخذي كله هدية انت كده هتاخذي المحل كله لانك هتعمل دعاية لكل اللبس كل اللبس اللي هتلبسيه هيجي ليه مبيعات كتير جدا الناس كلها هتيجي تطلب الملابس اللي انت تصورت بيها بيتهيقلي مش كتير علي لاني هعمل لكم دعاية جامدة قوي وانا موافقة يلا نبتدي التصوير واو رائع جدا عليك مش ممكن شوفي بقى اللبس ده هيتبع منه قد ايه انا متأكدة انه هيخلص يلا التقم التاني ده كمان هاخده حلو علي قوي فعلا هو حلو عليك جدا انا موافقة نيتي تاخذيه هو كمان كفاية بقى كده عشان تعب اخر تقم ارجوكي ارجوكي مش ممكن التقم ده حلو جدا حلو قوي قوي ده علي عجبني جدا انا هخرج بيه من المحل فعلا هو حلو عليك قوي وفي الصور رائع انا متشكرة قوي ان انت عملت دعاية للمحل اتفضلي بقى عشان اديكي كل اللبس اللي اخترتين متشكرة قوي بصراحة مش هينفع كده انا لازم اقجر عربية لونها بينك ياه لبس كتير وشنط انا لو اعرف ان الموضوع كده كنت عملت كده من زمان انا بعد ما اخلص من شخصية باربي هعمل سندريلا جاي زلاقي الامير جاي بيدور علي ويتجوزني هاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاها اهما انزل الشارع با اخد جولة كمان ممكن اروح محل الاكسسورة ومحل النظرات محتاجة شوية حاجات عجبتني اللعبة قوي بابا ماما بصوا شوفوا مين هناك دي باربي باربي مين يا حبيبتي انت بتصدق الكلام ده لا يا ماما دي باربي بجد انا عايزة روح اتلم عليها وتصور معاها يا بنت دي اكيد مش باربي هي باربي ايه اللي هيجيبها هنا دي على النت وفي التلفزيون بس لا يا بابا انا متأكدة ان هي باربي ارجوكم عايزة روح اتسلم عليها وتصور معاها انتو مش عارفين يعني ايه اقابل باربي كده واحنا ماشيين أنا هروح أسلم عليها قبل ما تمشي تعالي هنا تعالي تعالي ما نشوف حكايتها إيدي كمان باربي باربي أهلا أهلا إزايك أنا بحبك قوي ممكن أتصور معاكي أكيد طبعا تقدري تتصوري معايا دي هتبقى أهلة صورة أما صحابي يشوفوها مش هيصدقوا هيتجننوا جدا شكرا قوي على الصورة أنا كمان هتديك هدية حلوة قوي من معايا كمان هتبديني هدية أيوة اتفضل العقد البسيط ده حلوة قوي العقد شايفة يا ماما شايف يا بابا فعلا عقد حلوة قوي شكرا يا باربي أنا بحب أدي هدايا لكل الناس اللي بحبهم وأنا حبيتكم جدا وأتمنى أتعرف عليكم وإحنا كمان عايزين نتعرف عليك ونبقى أصدقاء ومحتاجة أخذ رأيك في الموضة والأذياء فأنا عايزة أعمل نيولوك ومش هلاقي أحسن منك يفيدني ويقولي الأفكار الحلوة أنا طبعا مش بحب أتكلم عن نفسي بس أنت اخترت الشخص الصحي أنا هفيدك جدا في اللبس والموضة صدقتيني بقى يا ماما أما قلتلك إن هي باربي بجد فعلا صدقناك طب يلا كلنا ناخد صورة مع باربي شوفت بقى يا ماما نقود اللي ديت فولي باربي فعلا يا حبيبتي حلوة قوي كويس إن احنا تعرفنا عليها دي زوق جدا وأحلى بكتير من الصور اللي بنشوفها على النت والفيديوهات بتاعتها إحنا عايزين نعذبها عندنا يا ماما وكمان نخليها تغني صوتها حلوة قوي حاضر هكلمها وعذبها أنا تعبت جدا بقى من ستايل باربي ده عايز أرجع صارة شوية أما غير لبسي بقى واشيل البروكة واشيل اللمس بس النهاردة تلعت بشوية اكسسوارات وشوية لبس بفلوس كتير قوي وشونط الحاجات دي لو عرضتها للبيع على النت هتجيب لي فلوس كتير يا طرى بقى بقى أروح أتغدى فين أنا هختار مطعم يكون أكله حلوة قوي واروح برضا أقولهم إن أنا هعمل لهم دعاية للمطعم وأخذ منهم فلوس وأكل ببلايش برافو على أفكارك دي يا صارة لازم أعمل شوية 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 حلوين قبل ترند باربي ما يخلص إيه ده الساعة لسه سبعة صبح ما هقول حد بيصحر حد بدر كده هقام منزل أشوف مين إزاي كسارة؟ عاملة إيه؟ تنتك كتير مبارح ما جتيش إنت يا جبي حد يصحر حد بدري كده؟ الساعة لسه سبعة والنعمل ليه يعني؟ فضلت مستني لحد متأخر وما كنتش رجاعتي قلت أجيلك بدري الحقيق قبل ما تنزلت روحي هنا ولا هنا مش ناوية تجيب الفلوس اللي عليك من آخر عملية ولا إيه؟ فلوس إيه؟ العملية باضت ومعرفناش نخلصها إنت بتكذبي علي إحنا خلصنا العملية وهربتي وقلتلي معرفتش تاخد الفلوس والفلوس وقت منك أنا عايز نصيبي يوه مش إحنا اتفقنا إن كل واحد يروح لحاله وكل واحد يشتغل لوحده ومعدين أنا بطلت شغل خلاص وكمان مالكش فلوس عندي لا ليه يا فلوس؟ أنا عايز فلوسي خلاص خلاص تعالي بالليل وهكون اتصرفت وشفتلك أي مابلك هتتحكي علي زي كل مر لا مش هتتحكي عليك بس يلا قمشي من هنا يا سلام مش هتتحكي عليك ما انت خدت الفلوس واشتريتي بيت حيل وهو قعدة فيه اشتريت بيت إيه؟ أولا البيت ده إيجار مش تمليك وأنا مش معايا فلوسة اشتري بيت وسبني بقى في حالي خلاص هعد عليك بالليل أخد فلوسي وأوعدك مش هتشوفي وش تاني يا ريب يلا مش بقى مع السلامة أخلص منه ازاي ده؟ ده أكيد هيجيلي بالليل عشان ياخد فلوسه بس لا مش هديك أي حاجة أنا أصلا هسيب البيت ده خلاص كلها كم يوم والإيجار يخلص بس عمل إيه دلوقتي أنا مش لازم ما بات هنا أصلا أيوة هايصل ومامتها وباباها في التليفون وهمل عليها حوار ماما عايزين نتكلم باربي نعزمها عندنا أنا فعلا كنت هكلمها أنا عايزها تيجي عشان تديني رأيها في اللبس الجديد اللي أنا عايزة اشتريه والنيو لوك اللي أنا عايزة اعمله خلاص يا ماما تكلميها خلاص تيجي تتغدى معينا ماشي يا حبيبتي ألو أيوة يا باربي ازايك أنا أحلام مامة أيصل أهلا أهلا بحضرتك أنا كنت لسه هبتصل بكم عشان وحشتوني وانت كمان وحشتيني جدا احنا عزمينك تيجي تتغدي معنا النهار بجد أنا موافقة جدا عشان انت وحشتوني قوي وعايزة أقعد معاكم وايصل الجميلة وحشتني قوي هي كمان منتظراك وهتفرح جدا أما تعرف أن انت وفقتي أنا مقدرش أعرف الطلبكم خلاص هننتظرك مع السلامة مع السلامة خلاص يا حبيبتي وفقت بجد يا ماما يا أنا فرحانة قوي أكيد هتجم له دي حلوة معيها فأكيد طبعا المكالمة دي جاد في وقتها أنا أصلا كنت هكلمهم أنا أروح وأعود معاهم كام يوم لحد معرف البيت كويس واشوف ظروفهم إيه هستفيد منهم ولا لأ دلوقتي بقى أرجع على البستان البروكة واللينسز ولبس باربي واو رائع جدا إزايك يا أيسل باربي باربي جات يا ماما أهلا باربي اتفضلي واو انت رائعة جدا انت بجد نورتين أنا بصراحة قلت أقضي معاكم اليوم النهاردة قبل أن ممشي واسيبي المدينة تسيبي المدينة ليه؟ أصل بصراحة حسيت أن في حد بيرقبني وبيرقب البيت بتاعي خفت قوي فقررت أسيب المدينة واروح أي مكان تاني لا يا باربي أرجوكي ما تمشيش أعودي معنا كام يوم ونبلغ الشرطة ونشوف مين اللي بيرقب البيت عندك ده أيوة يا باربي فكرة كويسة انت ممكن تعودي معنا كام يوم لحد ما نشوفه مين اللي بيرقب البيت عندك ده وعايز إيه ولازم نبلغ الشرطة الشرطة أصلنا مش عايزة أعمل شوشرة ومش عايزة الموضوع يكبر فلاغ هيعرف أن انت سيبت البيت ومشيتي خلاص مش هيرجع تاني أيوة أيوة فكرة كويسة ممكن نعود معاكم كام يوم عايزة حس بالأمان ما تقلقش خالط يا باربي هتحس بالأمان طبعا عايزة واركي بقى شوية صور لللبس اللي كنت عايزة أشتريه وعايزة تقولي لي رأيك وانا كمان يا باربي عايزة أخد رأيك في ستايل اللبس بتاعي طيب يلا وروني الصور اللي انتو اخترتوها ايه ده احنا عندنا ديوف ولا ايه دي باربي عزمتها عشان تتغدى معنا النهاردة وبصراحة هتقعد معنا كام يوم يا اهلا وسهلا نورتنا يا باربي البيت منور بحضرتك يلا بقى اطلع غير لبسك عشان نحضر الغداء كلنا جعانين ومنتظرينا حاضر هتقعد معنا كام يوم غريبة قوي وتقعد معنا كام يوم ليه يا احلام احلام كير يا كمال بتنادي عليها ليه هو احكاية باربي اللي هتقعد معنا كام يوم دي اصلها مسكينة حاسة ان فيه حد بيرائبها وهي قال انا قوي انا عرض عليها تقعد معنا كام يوم لحد ما تتطمد واللي بيرائبها ده يلاقي البيت فاضي يبعد عنه مش غريبة شوية الحكاية دي وبعدين باربي دي احنا ما شفناه اشغل مرة واحدة لا نعرف عنها حاجة ولا نعرف اصلها ولا فصلها كفاية الفيديوهات بتاعتها اللي بتشوفها على النت يا كمال دي تريند اي حد يتمنى ان هي تزوره في البيت ولا حتى يوم واحد انا برضو هستفيد منها هفتح قناة على اليوتيوب للموضة والازياء وانت عارف هي تريند يعني القناة بتاعت دي هتشتغل ويجيلها مشاهدات عالية جدا وقت قصير قوي ماشي يا سيت عارف ان انت مهووسة بالموضة والشياكة واللبس يلا بقى مش عايزين اتأخر عليها انا هنزل احضر الغد انا متشكرة قوي على الغد الجميل ده انا مبسوطة جدا وحاسة بالامان وانا قاعدة معاكم هنا انا مش هتقل عليكم هما يومين بس لحد ما اشوف حل واعرف مين اللي بيرا ابني ده براحتك يا باربي يومين ثلاثة اسبوع احنا مبسوطين بيك ايما يا باربي انا مبسوطة بيك قوي عايزك بقى تعلميني الاغاني بتاعتك واكتر اغنية مشهورة اما باربي جير بس كده بسيطة قوي انا بس عايز ارتاح شوية وبعد كده هعود اتكلم معاك كتير خلاص يلا يا ايس النسب هترتاح شوية خانقين قوي ويض بقى ان هما ما تلعوش فقرة عشان اقدر اخد اللي انا عايزين ايه رأيك يا حلام نخرج نتماشى شوية يا ريد هايسل كانت عايزة تغير جو وكمان ممكن ناخد باربي معانا خلاص يلا طلعي قولهم يجهزوا باربي احنا خرجين نتفسح يلا عشان تيجي معانا خرجين حلوة قوي الفكرة دي تمام ده كده وقت اللي هقضيف البيت ده هيبقى قصير قوي باربي يا باربي ساكتة ليه ها اصلي اصلي مش هقدر اخرج معاكم عندي مشوار مهمة قوي ها اصلا نسبت اللبس بتاعي والشنط بتاعتي في البيت هناك لازم اجيبها مش هينفع اقعد كده طيب نيجي معاك لا لا ما تتعبوش نفسكم اتفسحوا انت هي اخسارة كنت عايزة تخرجي معانا للأسف بقى يلا انا هامشي دلوقت سلام لازم اخد مفتاح البيت قبل ما اخرج عشان اقدر ارجع وهما مش موجودين وانما ارجع البيت بقى اخد شونة يوحكت اللي هناك وارجع اخد الفلوس اللي هنا واهرب واسيب البلد خالص ومحدش يعرف لي طريق يلا يا ايزة غيري لبسك عشان هنخرج اتفسح شوي انا وانتي وباب طب يا ماما ناخد باربي معانا لا يا حبيبت هي راحت البيت بتاعها عشان تجيب اللبس بتاعها من هناك ماشي يا مام خلص انا هلبس بسرعة وانسل ايه ده من اللي دخل البيت عند سارة دي دي عاملة زي باربي ما تكونش دي البيت سارة وعملة يولوك عشان تعمل عملية جديدة ام غريبة ايه ده خلاص اخدت كل حاجة اللي موجودة هنا مش راجع البيت ده تاني وبقى استناني بقى ولا دور علي وبقى تعالى بقى اخد فلوسك ايو ايو تمام لا يا عم انا جاهز خلاص بكر الصبح ايه ده ده واقف بيرة ابني يبقى ما شفنيش وانا دخلة ومستنيني ارجع هم اخرج من الباب التاني عشان ما يشوفنيش ايه ده بقى ما فيش حد في البيت ولا ايه ام خبط تاني يا سارة ايه ده معقول تكون هربت بسيرك هتاعي في يوم الايام في ايدي يا سارة ماش ممكن تستناني هنا خمس دقايق يا سارة ام اخد الفلوس بسرعة وهرب قبل محد يشوفني يلا اطلع بسرعة يا ستا اصلانا متأخرة انا اتصلت بباربي جتيل مش بترد ممكن تكون واقفت تنتظرنا كتير واحنا تأخرنا اكيد كانت هتتصل بينا لو كانت رجعت بدري ممكن تكون في مكان مجتمع فيه التليفون حاولي بقى تتصل بها تاني انا هطلع انام عندي شغل الصبح بدري خلاص انا هقود استناها خلاص انا هحاول اتصل بها تاني ايه ده الفلوس راحت فين احلام ايسل فيه ايه يا كمال مالك الفلوس اللي في الخزنة كلها تسرقت ايه بتقول يا كمال بقول اللي سمعتوه معقول وهيكون مين اللي سرقت الفلوس هيكون مين يعني الست اللي جبتوها وقلت عليها باربي لا يا بابا انا متأكدة ان مش هي دي باربي بجد ومش ممكن تعمل كده باربي بجد انا من الاول شاكك فيها من كل الله انا لازم اروح ابلغ الشرط انحقني يا حضرة الزابط ايوة ايوة فيه ايه فلوس تسرقت من الخزنة من البيت خد غريب دخل وخرج عندكم من البيت ايوة حضرة الزابط باربي كانت عندنا كانت هتقعد كم يوم خدت الفلوس ومشيت باربي باربي مين ما تقول كلام معقول صدقني يا حضرة الزابط ووحدك كانت لبسة عاملة زي لبس باربي بالزبط ونفس الشعر وكل حاجة كانت قعدت معنا وامراتي وبنتي مسدقينها وانا تمعت كلامهم ووافقت ان هي تقعد معنا كم يوم والله يا أستاذ غلطتك اما تدخل حد غريب بيتك متعرفوش على العموم احنا هنعمل كل اللي نقدر عليه بس ما وعدكش ان فلوسك هتقدر ترجعلك الباربي قال مبسوطة انت وهي فلوسي راحت بسببك هو انا اعمل ايه هو انا يعني كنت عرف وبعدين انا كان نفسي افتح قناة وابقى مشهورة وهي ضحكت علي انا كمان وانا يا بابا كان نفسي احفظ الاغاني بتاعتها وابقى مشهورة زيها اشتركوا في القناة